سنة تشريعية الأولى ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية عقب أعلان تشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي تشكيلة قربت أحزابا بعينها وأبعدت أخرى فبعد أن حسم أمر غالبية الوزارات في الحكومة الجديدة وأجلت أخريات يجري الحديث عن وجود حوارات مكثفة لتعويض بعض الأحزاب التي لم تنل أي وزارة في حكومة عبد المهدي بمنح هذه الأحزاب مناصب كبيرة مثل وكلاء الوزراء ودرجات خاصة أخرى ويأتي في مقدمة المتضررين من تقاسم الوزارات والمناصب الحكومية ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وجناح حيدر العبادي في تحالف الإصلاح وحزب الفضيلة والاتحاد الوطني الكردستاني بحسب مصادر سياسية البرنامج الحكومي الذي طراحه عبد المهدي أغضب هو الآخر سياسيين في أحزاب سنية بسبب ما وصفه تهميش المحافظات التي دمرتها العمليات العسكرية إبان الحرب على تنظيم الدولة وظلمها في موازنة 2019 التي قدمها عبد المهدي إلى البرلمان رغم أعلان البرلمان السابق بأن هذه المحافظات منكوبة بسبب الحرب النائبة عن محافظة نينوى بسمة بسيم قالت إن حصة المحافظة من موازنة عام 2019 بلغت 143 مليار دينار فقط وهو مبلغ لا يكفي لتأهيل البنى التحتية المدمرة وتعويض ضحايا الحرب بينما يتحدث محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي عن توزيع غير عادل لأموال الموازنة المقبلة وفقا للنسبة السكانية في كل محافظة والسبب برأيه هو تسابق الكتل السياسية لإرضاء المحافظات التي تنتمي إليها ضمن إطار المحاصصة الحزبية وفي خضم هذا التنافس بين الأحزاب السياسية وبعضها بشأن تقسيم المناصب ثم تمن يقول إن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الصراعات السياسية بين الشركاء لسيما أولئك الذين لم يحصلوا على ما كانوا يتمنون في حكومة عبد المهدي